مساء الفل في بنات كتير أعرفها مسجلة باباها على الموبايل بابا حبيبي بابا حياتي أو مايامايزنجداد على حسب كل حد بيحب يسمي أبو إيه وكأن اللقب المشترك ما بينهم اللي أغلب البنات اتفقت علي للأب إنه حبيبها وأقرب حد لقلبها بس النهاردة في قصة حقيقية اكتشفت إن في لقب تاني للأب ممكن يكون مشترك وبين بنات كتير كلهم وقعين في نفس المشكلة واللقب هو بابا مدمن قصص كتير أوي استقبلناها الفترة اللي فاتت من بنات وشباب ما يعرفوش بعض وجهي إبلي وجهي بحري كلهم بتجمعهم نفس المشكلة تخيلوا تفصيلة الأب اللي عنده استعداد يبيع حياته وحياة ولاده وأمهم وبيته عشان المخدرات اللي بقيت أغلى عنده من أي حد حتى أقرب الناس ليه طب البنت اللي المفروض تشوف باباها القضوة والمثل وتبقى عايزة حد زيه تعمل إيه لما تلاقي إنسان بلا إرادة مش قادر يتحكم في نفسه ولا في سلوكياته ولا أخلاقه كل حاجة بقت في النازل والشاب المراهق اللي خايفين عليه من الطيش والإدمان يعمل إيه؟ يعمل إيه لما يلاقي بابا هو نفسه بيشرب خلونا النهاردة نتكلم بجد نشوف إيه اللي بيعملوا الأبهات المدمنين بيعملوا إيه في نفسهم وفي نفس ولادهم وبناتهم من خلال منا منا بطل القصة حقيقية النهاردة تعالوا نشوف منا بعطلنا تقول لنا إيه اسمي منا وعندي 17 سنة من القاهرة عيشت في تعب نفسي من وانا في سنة أربع سنين لأن بابا للأسف مدمن إنجاكشن عرفت إنه مدمن من قبل حتى ما يتجوز أمي وبعد ما تجوزها اكتشفت حقيقته خلها أدمنت هي كمان عشان ما تقدرش تبعد عنه ولما خلفوني وكبرت شوية بدأت تفهم وعرف اللي بيحصل بقى بيعملوا كل حاجة قدامي عادي والموضوع بقى بيتكرر كل يوم وبقى أمر واقع ولازم يحصل كنت بسمع كلام كتير من جدتي وخلاني وهم بيتكلموا على ماما وبابا بطريقة وألفاظ وحشة كل مرة كنت بتعب وبنهار بسبب كلامهم وبسبب اللي بشوفه منهم حاولت انتحر مرتين بسبب اللي بيحصل لي من أهلي رغم أنهم مش وحشين معايا بس هما فاكرين أن الحياة عبارة عن أكل وشرب وفلوس وده كل اللي أنا محتاجة منهم وبس لكن في حاجات تانية كتير ما فكروش فيها وما حدش فيهم قريب مني وحس دايماً وصتهم أني غريبة فكرت أعرب من اللي بيحصل لي ده بالحب والارتباط ومن فترة حبيت شخص كان دونيتي كلها ما كنتش بحس أني بتنفس غير وانا بكلم حسيته أبويا وصحبي وأخويا وحياتي اللي ما عاشتهاش فضلنا مرتبطين لمدة سنة لحد ما اكتشفت أنه هو كمان بيشرب مخدرات حاولت معاه مرة واثنين عشان يبطل لكن كان كل ما نزعل من بعد شوية يرجع يشرب تاني بحجة أنه كان متدايق عشان أنا بعيدة عنه لحد ما بقيت مش عارفة أبعيده عن المخدرات ووصل بينا الحال أنه بقى لما نزعل أو ندخانة يشتمني وأنا مش عارفة أعمل إيه كنت بعدي وكل مرة يقول لي أنا كنت متدايق أنا كنت تعبان وحاجة كتير لحد ما تعبت وحصل لي ضغط نفسي وفي مرة اتنرفست عليه لما شتمني ورديت الإهانة بإهانة راح اتصل على خالي وقال له قال له على اللي بيننا وبعدها ما بقيتش عارفة عنه حاجة خالص ورجعت تاني لنفس الواقع والتعب وضغط أهلي وبقيت تعبانة أكتر من الأول بسببه لإني لسه بحبه ومش متقبلة أي حد تاني ومن كتر التعب بقى يجي علي وقت بفقد فيه الوعي من كتر العياط ما بقيتش مستحملة حاجة ولا عندي أي طاقة وحياتي حياتي بقيت عبارة عن نوم واكتئابه بس وبتمنى الموت في الكل ثانية مع الوقت لجأت الدكتور نفسي وهناك اتعرفت على بنت ظروفها شبه ظروفي وهي كمان كانت رايحة عشان تتعالج بعد اللي شافته بسبب باباها المدمن وطلبت مني أحكي حكايتها هي كمان البنت دي اسمها ليلى وعندها 18 سنة وهي الأخت البنت على 3 ولد هي أكبر واحدة فيهم والد ليلى المدمن عمره محسسها هي ومامتها واخوتها بالأمان وعلى طول بيده عليه من كتر اللي بيعملوا فيهم بيشرب حاجات كتير قوي حاجة اسمها شادو وستروكس وحاجات تانية كتير قوي وعلى طول ما خلي مامتها فورجة والدم رطات عمامها من أول شهر جواز كان بيدربها ويطردها وأول مرة ضربها كتا تتطلق بس اكتشفت إنها حامل في ليلى واضطرت ترجع له من كتر الضرب فيها في عين من عينين مامتها بازت وبابها ما فكرش حتى يعمل لها عملية ولما عمها الكبير اتعاطف معاها وعمل لها العملية عشان يلم الموضوع أبوها ما فكرش يروح يزورها في المستشفى ليلة عندها أخ اسمه علي عنده سبع سنين ولحد النهاردة مش بيتكلم عشان في مرة كان بيعيط فوالد ليلة مسكه ورميه قدام باب الشقة ولما مامتها خرجت عشان تشوفه قال لها خدي ويمشي وأخوها محمد الوسطاني هو كمان اتعرض للحر عشان يشتغل ومرة فتح له رجله ومرة تانية مسك له سكينة وكان عايز يموته لحد ما واحد من الجيران جي وحاشه وخد السكينة من إيده ومامة ليلة هربت بليلة واخوتها على بيت أهلها ومن يومها باباها ما صرفش عليهم جني واحد ليلة قررت تنزل تشتغل سبت السنوية العامة بسبب باباها عشان تسد على مصاريفها مصاريفها ومصاريف اخوتها جنب شغل اخوتها لحد ما باباها جي في يوم يعيط عشان يرجعوله لما عرف ان مامتها رفعت كذا قضية عليه وحلف ميت يمين انه خلاص بطل الشرب وبقى كويس وبقى يصلي وكلهم صدقوهم ومامتها اتنزلت عن القضايا ورجعت وبعد أقل من أسبوع رجع يشرب أكتر من الأول وبقى بيعملهم أوحش من الأول أتارين كان مرجعهم عشان ينتئم من أمها بسبب القضايا اللي رفعتها عليه ولما مامتها طلبت منه الطلق قال لها انت لو فكرت تمشي تاني أنا هموتكم وهموت نفسي على فكرة يا سيلي أنا والليلة مش لوحدنا احنا بنات كتير بنواجه نفس المشكلة بسبب إدمان القب لحد ما بقينا مجتمع كبير عاملين جروبات على الواتساب والسوشيل ميديا عشان نحكي ونفطفض مع بعض منا اللي حاولت تنتحر ومنا اللي الناس سومتها على شرفها بعد ما حسوا انها ضعيفة وما لهاش ظهر ومنا اللي اختفت من وسطينا وبعدين عرفنا انها انحرفت لحد هنا وخلصت رسالت منه كان نفسي تنتهي بحاجة فيها أمل أو بقصة حلوة أو بعزة أو عبرة خصوصا إن المسؤول عن كل اللي حصل ده وعن الأزمة دي هو أكتر واحد المفروض إنه يكون سند وضهر وأمان الأب يا ترى إيه التصرف السليم اللي المفروض تعملهم منا وليلة هم هو كل اللي زيهم هيقدروا يقففوش الإدمان اللي حاول أب بعضهم الشخصيات بتضرب وبتهين وتعيشهم في حياة صعبة طب يعملوا إيه؟ ويروحوا فين؟ إذا كان ما فيش حد يصرف أو بديل ممكن يحتويهم هيكملوا حياتهم إزاي؟ معقول يكون الحل هو الانتحار؟ زي ما منا حاولت تعمل؟ معقول؟ طب معقول يكون البديل إن البنت تطلع من التعليم ما تدخلش سنوية عامة عشان تصرف على نفسها وأمها وإخوتها زي ما عملت ليلا يا حبيبتي وهيقدروا يكملوا لغاية إمتى وصدم مساومات الرخيصة اللي ممكن يتعرضوا لها من ناس ما عندهاش ضمير حسوا إنها صيدة سهلة ملاش أبو يدفع عنها أو يصرف عليها مسئلة كتير قوي في حكايتك يا منا أنت وليلة لو أنتوا فاكرين إن وسطينا مش ناس كتير مدمنين أو اللي يقول لك أنا بشرف سجارة واحدة أو يا بنتي ده أنا بشرف المناسبات أو يا بنتي مش عارف إيه لو أنتوا فاكرين إن الحكايات دي مش حوالينا كتير بتبقوا غلطانين ويمكن النهاردة إحنا هنتكلم فيها وهنتكلم أكتر ويا رب يجعلنا سبب إننا نحاول نغير حياة الناس دي طب نلحق إلي لسه ما بصش استنونا بعد الفاصل منا وليلة بنتين عاشوا مع أب مدمن منا اكتشفت من زمان قوي إن أبوها مدمن وبقوا بيتعاملوا قدامها عادي أبوها المدمن ده خلق أمها هي كان مدمنة عشان تسكت على اللي بيحصل راحت عشان تتعالج نفسيا اكتشفت إن فيه بناك كتير جدا أبوها كده وعملين جروبات على الواتساب وعلى السوشال ميديا وبيشوفوا يعملوا إيه معاهم لدرجة إن فيه منهم إخوتهم فقدوا يعني فقدوا النطر ما بقوش يعرفوا يتكلموا من كتر الصدمات اللي شافوها ومن تعاملات أهليهم معاهم يا ترى يعملوا إيه طب لو حد عيش في نفس الظروف دي ممكن يطلع كويس ممكن يقامل الناس تأمين هيعملوا إيه عشان كده ننوارنا النهاردة دكتور حاتم صبري استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان عشان نحاول نتكلم في الموضوع ده ونشوف ممكن نعمل لهم إيه إزايك يا دكتور إزايك أستاذ سلام عليك أبارك يا عمل إيه كله كويس الحمد لله نعمل إيه بقى لا لا أنا مش مصدقة إنه الأرقام مرعبة فعلا يعني وإحنا مثلا بنحضر الحلقة لما تيجي بص على الأرقام هو ده حقيقي بصيها الأسف يعني ده حقيقي ويمكن يعني حتة إن إحنا قلنا ده اكتشفت إن باباها مدمن ودي اكتشفت إن باباها مدمن ده يمكن واحدة أصلا من المشاكل ومن أكتر العقبات اللي بتقابلنا في موضوع علاج النفسي وعلاج الإدمان إيه اللي بيحصل عادة اللي بيحصل عادة إن أي أم بتلاقي ابنها بقى مدمن تقول له إيه أنا هجوزه عشان خطر أتطمن عليه وعشان يتصلح حاله ويتصلح حاله فإيه اللي بيحصل 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 بيجيب أسرة حياتها كلها بتخرب بسبب الكنسيبت ده اللي بيكون عند أمهات كتير للأسف أو عند يعني أسر كتير تلاقي الولد أول ما يبطل يعني أسبوع وغالبا يعني هو أسبوع وأسبوع تاني ممكن يرجع تاني لأنه ما كملش علاجه التوقيت ده إن هو يبطل إدمان تلاقيهم يقولوا لي يا دكتور لا خلاص إحنا الحل إحنا عارفين يعني إيه مدمن؟ يعني إيه مدمن؟ مدمن معناها إن شخص معين هو قرر إن يوجه حياته ويوجه كل شيء في حياته نحيط شيء معين الشيء معين ده هو حياته كلها أيم عليه هو أيم نايم صاحي ما بيعملش أي حاجة في الدنيا غير إنه هو عايش حوالين الشيء ده طيب طيب لو أنا بشرب مرة تفاريح يا عم ده كل جمعة إيه سجرة واحدة يجرى إيه بصي شربنا إيه اللي جار دي طبعا حاجة إحنا بنقول عليها شخص يوزر أو مستخدم أو بيعمل استخدام خاطئ أو أبيوزر مثلا لمادة معينة ده ما يتلش علي مدمن مش بتليد أو بتؤدي إيه إلى الإدمان؟ هي بقى دي الأزمة إن ده بيوصل لو أنا شخص عندي شخصية إدمانية أو لو عندي بعض اضطرابات الشخصية اللي ممكن إحنا هنتكلم عليها بعد شوية آه ممكن بعد كده أنا فعلا هبقى مدمن فيه ناس بيبقى عندهم مواصفات أو عندهم يعني حاجة اسمها شخصية إدمانية أو شخصيات عندهم بعض اضطرابات في شخصيتهم زي الشخصية مثلا الحدية أو الشخصية المضادة للمجتمع أو الشخصية الاعتمادية دولة لما بيخش وبيجربوا بيتزحلقوا فإن اللي بيحصل؟ المدمن اللي يخلي مراته مدمنة فعلا فيه حاجة اسمها كده أنه حد يبقى مدمن دي بقى من الحاجات الكتير برضو اللي مشهورة بس ده في الأول وفي الآخر يمكن يكون برضو بسبب بعض الاضطرابات في شخصية الزوجة ذات نفسها لأ هو ممكن يقول لا حاول إليها ولا قوة لأ ما هم فيش حد بيكبر حد أن هو بياخد مخدرات بدون اللي حاول إليها قوة ما بحبه بعمل حاجات اللي هو بيحبها يا داكتر إيه اللي يخليني أحب حد لدرجة أن أنا أدمر حياتي؟ جوزي جوزي اللي يخليني أن أنا مع جوزي أن أنا أخذ مخدرات يعني فيه كتير أوي مثلا أزواج بيشربوا سجاير مش هنقول بقى مخدرات ومستحيل أنها تشرب معاه مثلا تمام؟ أو بيفضلوا في خناقات لحد ما الطرف الثاني يبطل لغاية ما الطرف الثاني يبطل أو لغاية ما يشوفوا صرفة أو يشدها أو أيا كان بس كون أن أنا أتشد لتعاطي مادة مخدرة دا معناه أن أنا شخص عندي حاجة اسمها attachment زيادة طب وإيه الـ strokes دي؟ الـ strokes دي مادة أو حاجة من الـ synthetic cannabinoid أو المخدرات المصنعة أو المواد المخدرة المصنعة اللي هي حشيش مصنعة دا بيتعمل في المعمل طيب إيه التأثير بتاعه؟ التأثير بتاعه طبعا بتبقى أضعاف التأثير مثلا بتاع المواد زي المواد الحشيش أو كده تخلي تأثير مثلا أضعاف مادة الحشيش هي مصنعة فبتخليه طبعا يوصل لهو شخص إدماني بيديله بعض المشاعر المعينة زي مثلا يحس ببعض الهلاوس أو يحس ببعض الحاجات دا بيخليه هو مبسوط هو بيغيب عن الوعي هو واحدة من أزمات أي مدمن في الدنيا هو إنه ما بيقدرش يتحمل أي ألم في الحياة لدرجة الننى عشان خاطر ما تقلمش خالص فأفضل طول الوقت مسكن نفسي ماتفوقناش بقى أنا بصي لسه مانفوقش لسه بجيش جنبي طب الشادو بقى دا إيه؟ الشادو دا برضو واحدة من الحاجات اللي هي المخدرات المصنعة بتعمل بطريقة معينة أو بتضاف بعض الحاجات هي اللعبة كلها في المخدرات المصنعة إيه؟ إحنا وقفنا عند البودرة يعني أنا معرفش دي إيه برضو البودرة دا جنبي تانيه بص إحنا عندنا في المخدرات حاجات إنهيبتورز أو حاجات دونر حاجات بتهدي زي مثلا البودرة الهيروين الإدمان إنها بتسقطه يعني حتى دايما زي العربية بيسقط نقلة يعني؟ لا 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 يعني مثلا تلاقي دايما اللي بيشرب مثلا أو اللي بي تعطى مثلا هيروين أو كده تلاقي مثلا بعد ما بياخد الجرعة بتاعته لو كده تلاقيه كل شوية بيسقط كده بينزل دماغ وكده دي اسمها دونر بينام يعني؟ بيسقط هي اسمها تسقيطة هو كده بيكون مبسوط طب والشادو بقى إيه؟ الشادو لا من حاجات اللي مخدرات مصنعة يعني بيعملوين؟ مخدرات مصنعة كل المخدرات دي دي مخدرات أسية مثلا الهاش مثلا من دي مادة طبيعية؟ الهاش ده هو الحشيش؟ الحشيش الهيروين مثلا دي مادة وحشيش إدمان؟ طبعا إحنا لسه متفقين من الإدمان أصلا ما روشها لقب مادة احنا مرشها في المناسبات المناسبات؟ أو لو عندي طالعة طويلة مثلا رايح الطريق كله تعرف الطريق ده كله ده بيحتاج مني أداش أنا بقى فارح يا سيد طب آخر مرة شربت إمتى؟ مبارح يا دكتور طب المرة اللي قابليها أول مبارح أول مبارح طب أنت قادر تبطل لا والله أنا مش قادر أبطل بس أنا أخد بالك أنا أقدر أبطل في أي وقت بس أنا مش عايز فإيه اللي بيحصل؟ لا أنا كده أدكت أنا كده بقيت بحياتي محورها المادة المخدرة دي وإيه اللي بتتاخد كإنجيكشن أو كحؤن؟ طبعا يعني في مصر الحاجة دي هي الهيروين دي من الحاجات المشهورة اللي هي بتتاخد في حاجات تانية كتير بتتاخد إنجيكشن مثلا اللي هي الحاجات أو نوع من أنواع المخدرات اللي هي الستيميلانس الحاجات اللي بتقبرز بتخلي الواحد بقى مهايبر وحاجات من دي دي بتقبل زي بيلز أو الحبوب اللي بيهدوها زي بيلز اللي هي الاكستاسي أو الكوك مثلا الحاجات اللي هي دي حاجات بتهايبر لكن المشهور هنا في إنجيكشن هي موضوع أو مخدر الهيروين ده الحاجات اللي بتقال اللي هو بتقال عليها بيسا أو بتقال عليها الحاجات دي ينهار يا دكتور ده عالم ده عالم آخر وليه مصطلحاته وليه دنيته وليه حاجات كتير أو ليه أكشنات يعني مامت منا دي بتفضل تكتروا عمرها عشان ضحك عليها أوه بصي خلينا نكون متفقين أنا يعني يمكن دي الرؤية اللي ناس كتير ممكن تشوفها أنا شايف إن مامت منا طبعا هي بصورة أو بأخرى طبعا هي غصبا عنها أو بتعاني في حاجات كتير وأكيد هي ما كانتش تفضل إن دي تبقى حياتها أكيد عشان نكون متفقين لكن برضو في نقطة معينة مامت منا كان عندها أزمة في الشخصية بتاعتها بصورة أو بأخرى خلتها تبقى عندها تعلق التتشمنت عالي جدا بجزها كتير من الناس اللي بيكون عندهم تعلق كبير بشريكهم لدرجة إن ممكن شريكي يقزيني بس أنا عشان خاطر أفضل مع شريكي هعمل اللي هو عايزه فبقى مدمنة فبدأت تحصل الأزمة أو تحصل المشكلة فطبعا مامت منا عندها ده وباين إن بصورة أو بأخرى يمكن منا طبعا العوامل ورصية والعوامل اللي هي علاقة بمشاكل أسرتها أو كده وخلانها بيشتموا في مامتها وجدتها مشاكل طبعا في البيت كله فطبعا هي برضو تأثرت وبدأت تحصل بعض المشاكل في شخصيتها بدليل لأ أنا بقى بالدليل إن هي حبت واحد مدمنة إنها راحت بس دي ما بيقول لك إيه؟ ما عرفش ليه؟ هي بتبقى ماجنت أو مغناطيس للشباها؟ يعني اللي شباها لا؟ بصي عندنا حاجة كده في السيكولوجي حاجة إحنا بنقول عليها إجبار التكرار يعني إيه؟ بمعنى إيه إجبار التكرار؟ أنا دلوقتي دخلت خبرة معينة الخبرة دي أنا اخترت حاجة معينة أو اخترت طريقة علاقة معينة أعيش فيها مثلا والعلاقة دي أنا عانيت منها بصورة كبيرة غصبا عني اللاوعي بتاعي بيدفعني إن أنا أكرر التجربة دي بطرق مختلفة وأعيش نفس الألم وأنا مش واخب بالي اللاوعي هو اللي بيحركني في حتة إجبار التكرار دي هي بين إنها مسيطرة على منها وهي مش واخدة بالها منها مثلا أحد تقولك ده تخيل دخلت علاقة العلاقة اللي بعدها هو طبق الأصل طبق الأصل هي بتجيبها غزبا عنها ولا ده بيبقى هي بتجذب بالنوع؟ بدور بفكر بنفس الطريقة اللاوعي بتاعي بيوجه بنفس الطريقة وأنا مش واخدة بالي فبيحصل نفس الاختيار وبيحصل نفس النتيجة وكل حاجة بتحصل زي ما هي فده اللي بيحصل دي حاجة إحنا بنقول عليها إجبار التكرار يعني هي دورت على اللي شبهها؟ دورت على الشبه حياتها؟ على اللي شبه معاناتها هي بنتوجه كده لا وعيا للحاجة اللي بتخلينا نعاني زي ما كنا بنعاني زي ما وحنا مش واخدين بالنا وفاكرين إن ممكن ده يكون الأمل بس إحنا ده اللي بيشدنا هو المقياس أصلا بتاع الرجولة بالنسبة من إيه؟ في الأول وفي الأخير هي بابا يعني رغم كل ده ودي واحدة من أزمات إن يكون الأب مضمن يعني فهي لفت ودارت واختارت نفس الحياة أنا بشوفه بيهزق نفسه وسط عائلة إن هم يشوفوه بالمنظر ده وإن هو يبقى عامل كده ويقعد يحاول ويقارق ويعني ويحارب وفي الأخير مفيش ما هي بقى مشكلة المدمن إن هم بفكرش في كده خالص هو مش شايفك أصلا لا بجه للأسف هم بيكونش شايف كل الالتزامات اللي عليه مش شايف الوجبات اللي عليه هو مش شايف حياته غير المادة دي لإن هي اللي عليها محور حياته زي ما أنا قلت في تعريف الإدمان إن محور حياتي هي المادة دي أي شيء آخر مش فارق ولا حتى بناته ولا عياله ومش شايف حاجة بك ولا حياته هو ذات نفسه طب من هم يعملوا إيه؟ هو مش ممكن يضحب حياته علشان كده طبعا علشان خطر ده يحصل رقم واحد البنات دي لازم يتلقوا خدمة علاج نفسي وخدمة تأهيل نفسي محترمة يعني لازم يتعالجوا نفسيا ولازم يتعافوا نفسيا ويبدأوا يتعاملوا بصورة أفضل أو يشوفوا الحياة بطريقة أفضل ده رقم واحد هم راحوا أورادي يعني هم اتعرفوا على بعض هناك فهيادة علاج نفسي اللي راحت من نفسها كويس النقطة المهمة أنها هتحاول تتجنب دور بابا على قد ما تقدر وفي حاجة أتجنب دور أبوه أتجنب دور بابا يعني أنا هحطه هامش كأن بالضبط بتعامل أن والدها توفى مثلا ودي على فكرة من الحاجات هو قدامي بس أنا هتعامل من جوايا أن هو شخص مش موجود في نقطة تانية بقى مهمة ودي برضو من الحاجات اللي هي كويسة اللي بتدي أمل في يعني في التكوين النفسي أو من عظمة حاجات كتير نفسية الإنسان بيعملها حاجة احنا بنقول عليها أو قانون اسمه الانفريورتي كومبليكس عقدة النقص ناس كتير قوي أصلا اللي بيطورها في حياتها واللي بيخليها تبقى كويسة أن هما في حاجة سيئة عنه فيها في حياتهم أو في حتة نقص هما حاسين بها في حياتهم ودي اللي بتحركهم طول الوقت وبتعمل لهم موتيفاشن أن هما يبقوا أفضل من ناس تانية كتير زي أنه مثلا الواحد يبقى فقد الشيء بيعطيه زي حتى كريستيانو رونالدو وصغير لما يعمل للأطفال وبيحاول يشوفش عائل فقير ولا مش قادر يأكل ولا زي ميسي مثلا أنه هو كان يتقال عليه أنه هو مثلا طفل قصير طفل مش عارف إيه بتاعه وبقى من أفضل الرياضين في العالم عقدة النقص دي أو وأبو كريستيانو رونالدو كمان كان مدمن مثلا فقرر أنه هو حلو أوي رائع فعلا بابا كان الكحولك وفي نفس الوقت هو قرر أنه أنا بقى إيه أبقى رياضي جدا هو عمل إيه كده مع الناس اللي هنا أنا اكتشفت أن الأرقام مرعبة يا دكتور والله العظيم أنا كل ما لا بتلاقيه في كل حتة قصة ده حقيقي مرعبة ده حقيقي والقصة دي متكررة يوميا بنشوفها في عيادتنا يوميا بطرق كتير جدا ولا يشدعوا بستاندرد معين ولا يقولك أنه ده مثلا عشان في طبقة كذا أو ده في مستوى اجتماعي ده كارثة ده يعني هي كل الستاندرد كارثة بفو بيعمل كده أو اللي في النصر أو أي حد بيعمل كده ده حقيقي فعلي طب نعمل إيه يعني طب قولي كده إيه أقرب قصة مثلا سمعتها أقرب قصة سمعتها سمعت أني ده يعني من أقرب القصة اللي سمعتها أن أحد الأشخاص علشان خاطر يجيب المادة المخدرة أب فعايز يجيب فلوس من مامته فمسك بنته وهدد أنه هو بنته صغيرة عندها أربع خمس سنين وهدد أنه هيقتلها لو مامته مديتلوش فلوس عشان يروح يجيب مخدرات يعني ده بجد مش أغنية قطر الحياة بتاعتها لا 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 هي تيبيكل أغنية اللي في قطر الحياة تيبيكل هو ده اللي حصل وطبعا مامته ساعتها ديتها فلوس بس أنت متخيلة ما هي ده اللي بيبين قد إيه لما يكون شخص مضمن لشيء معين قد إيه هو مش بيكون شايف غيره فمش هنفكر أن الحل يكون عنده هو ولا حتى أن الحل يكون عنده لما يلاقينا بنته ممكن تنحرف في يوم الأيام يعني أو تبقى في الطريق تاني كيرلس هو مش حاسس بينا خلص كيرلس بقولك ممكن يقتلها ولا حتى هو فيق ننفع نتكلم معاه كيرلس هو وهو فيق إيه اللي بيعمله؟ إنه هو بيدور على المادة اللي يتغيبه إمتى بيروح المصحة؟ عادة أو بنسبة يعني نقول مثلا 90% من الناس اللي بيتعالجوا ما بيروحش المصحة طبقا لاختياره أو طبقا لقراره عادة بيروح طبقا لضغط أسري كبير جدا هم اللي بيدغطوا عليه علشان خاطر يقرروا إنهما يودوه فبيروح حشان يراضيهم فيه ناس فعلا فيه طبعا من الحاجات اللي ممكن تخلي للشخص بقى يروح المصحة بمزاجه هو أن يوصل لحاجة احنا بنقول عليها جاب قاع يعني إيه جاب قاع جاب آخره خلاص كل حاجة تبعت كل ديونة عملت ما فيش أي نوي أنه هو يعمل أي حاجة من أن تتعالج روشدة أخيرة بقى هطلبها منك لأي حد مود من يتفرج علينا أو أهليهم يعملوا وين؟ طيب روشدة أخيرة أنا مهم جدا أن أنا في القصة دي أنا كنت شايف أن طبعا الأب أو أبو مامت منها كان عندها بعض المشاكل في شخصيتها ما ينفعش أن احنا نتعلق بحد حيئ زينة بقي حال من الأحوال ده نوي وده المهم أو ده المفروض أن مننا تاخد بالها منه أنه خلاص بكفاية أوي الناس اللي أنت كنت متعلقة بيهم وأزوكي في يلا بقى نبدأ بطريقة تانية طبعا حتة أنها تشغل الانفريوريتي كومبليكس اللي عندها تخلي ده موتيفيشن لها تخلي ده موتيفيشن لها أنها تحاول تثبت يمكن تحاول تشتغل في حاجة لها مجال لها علاقة مثلا بمجال التعافي من الإدمان فده ممكن يساعدها في وقت من الأولاد أنها تساعد ناس كتير بما فيهم باباها لو هي عايزة تساعده تتأخدها من النقطة دي تبدأ تأخدها من النقطة دي وتبدأ ده نقطة الانطلاق بتاعها في الأول وفي الآخر هي محتاجة طبعا لتأهيل نفسي بصورة كبيرة مشكورك يا دكتور ونوارتني وتسلم لي فرصة سعيدة فرصة سعيدة العفو فرصة استنونا بعد الفاصل رجعنا لكم تاني في سبتمبر سنة 2021 قالت دكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي أن نسب تعاطي المخدرات رجعت بشكل ملحوظ في السبع سنين الأخيرة بعد ما كان عدد اللي بيطاعاتوا في حدود 10 مليون مواطن بنسبة 10% من عدد السكان في الشريحة العمرية يعني سنهم من كام لكام من 15 ل 60 سنة نزلت النسبة دي وصلت لحوالي 6% من عدد السكان يعني حوالي 6 مليون متعاطي أنا بتكلم على متعاطي مش المدمن بعد ما كان عدد المدمنين حوالي 4 مليون مواطن في سنة 2014 وصل العدد لحوالي 2 مليون ونص في 2021 أكيد ده رقم حاله والنسبة بتقل وأن المعدلات دي تقل ده شيء إيجابي بس برضو تعالوا مفكر كده لسه عندنا 2.5 مليون مدمن منهم الإبن العاق اللي مبهد لهم وأبو منهم الأب اللي ضمر حياته وحياة أسرته والإدمان عملت لواير من بنات وشباب رفضين أن هم هيشوفوا أهليهم في الوضع ده عايز أقول لكم أنه قبل ما نعمل الحلقة دي بيومين بس والله العظيم وشاهد على حل فاني بنت من البنات اللي بيساعدونا في الكوافار أو بيعملون أشعرينها أو بتساعدنا لقيتها بعتالي بتقولي أنا مش عارفة أعمل إيه أنا كل يوم بعيط أنا اتجاوزته وما بقيتش في شغلي ومش عارفة ساعد أهلي أخوي مدمن وأهلي مش عارفين يعملوا إيه ويام ما بقى قصص بنشوفها من دي كتير والله العظيم لو تشوفوا مأسويات وحاجات تقطع القلب حرام عليكم لو انتوا دلوقتي بتتفرجوا وفيقين اللي بتعملوه في أهليكم واللي بتعملوه في نفسكم حرام عليكم اللي بنشوفه في عيلتكم حرام عليكم لو تسمعوا صوتها بتتقطع قلبك يا أخي ودوريلي على حد العلاج الإدمان لو في بالمجان طب نعمل إيه هو أصلا مش عايز يتعالج إحنا بنحاول أبفكر معاكم هو مش عايز يتعالج فإحنا في مشكلة ولازم كلنا نخب بالنا منها وأنا بقولك أهو وإحنا دلوقتي إشان إحنا دايما بنعد نقول لو جوزها مدمن تتطلق لو بيطعطة ما تتجوز يهوش هاتوي ما إحنا كده مش هنتجوز أحسن إن شاء الله ما تجوزنا غير لما نلاقي حد كويس يصنى ويبقى فايق وياخد باله مننا وأنا مسؤولة عن كلامي ده أنا هعمل كده ولو أنا ليا إن ربنا مكنني إن أدي حد نصيحة هتبقى هي دي النصيحة والله ممكن يكون دي حاجة من الحاجات اللي مقاعدين غير دلوقتي بس برضو هاخد بالي وأنا بختار وربنا يسطرنا كلنا كفاية اللي بتعملوه في أهليكم لما يبقى بنتين بيبعتوا للبرنامج عشان إحنا نحاول نحللهم مشكلتهم أو بيعملوا جروبات على السوشيال ميديا وعى الواتساب وعاديين مكسوفين منا وليلة إنتوا جدعان والكل بنت عايشة وأبوها مدمن أو أخوها مدمن وما نسقطش ورا الكلام ده أو حتى أخ مش قادر يسيطر على أخته إنتوا جدعان قوعوا تنتحروا قوعوا تستسلموا والطبيعي إن إنتوا تبقوا وسطينا وندمكوا في المجتمع ونحاول نعمل دورنا ويا رب يكون لنا دور ويا رب نحاول نساعد بدا كترة أو يكون عندنا مسحات ربنا يعفو عنا جميعا بس مشكركم واستنونا في حلقة جديدة وقصة جديدة بأبطال تانين أهم حاجة إنها يكون قصة حقيقية باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر